أصدرت محكمة عراقية حكما بحجز ممتلكات وزير النفط السابق إحسان عبدالجبار والذي كان وزيرا في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر قضائي إن قرار حجز أموال الوزير السابق جاء على خلفية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشاوة من مستثمرين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط اشتركوا في القناة